قال وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة أربعة تحديات وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم واستكمالا لما سبقه من جهود لمواجهة هذه التحديات في أسرع وقت طيب إحنا أول في الفترة اللي فاتت الحياة لفينا روحنا أكتر من عشر محافظات قابلنا أكتر من 200 مدير إدارة تعليمية قابلنا كتير جدا من المدرسين ومدير المدارس وقادة التعليم اللي مسؤولين عن التعليم في المحافظات على أرض الواقع لقينا تحديات موجودة بالنسبة لنا أربع تحديات أساسية اللي هو العجز في إعداد المعلمين التكسفات الطلابية في الفصول وصلت في بعض الفصول لأكتر من 200 طالب لقينا ارتفاع نسب الغاب في المدارس خاصة المدارس السنوية بنسبة كبيرة جدا إعادة هيكلة التعليم السنوي وهنتكلم عليه في الآخر أن تعليم السنوي عدد المواد اللي بتدرس كبيرة جدا